السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم اصدقائي الاعزاء مرحبا بكم في هذا البث المباشير اليوم السبت الواحد والثلاثين من شهر اكتوبر واللي هو الليلة ديال فاتح نوانبر الي هو يوم غد واللي غد يكون اول ايام الخمسين في حياة عبد الرحمن عدراوي اذا غدا ان شاء الله هو عيد ميلادي وغدا ان شاء الله غد نبدأوا حياة جديدة برؤية جديدة وغد نبدأوا في الكور بذكر والسانت كمان فيغلافان اه اه اذا هذا الصباح كنت نشرت واحد المنشور بزاف ديال اخوان يتسألون ما الذي يعود مسيحتي هشكايا هش واقع لانه ضروري من من توضيح في الموضوع اه بزاف ديال الناس اللي هما متبعيني تعرفوا باللي يعني ما عنديش شيء اسرار في الحياة ديالي اللي محتفظ بيها لراسي يعني العائلة ديالي كل شيء يعرفها من نشكة تتكون من اي حاجة كنت ندير بحياتي كنت نتصور كنت نشرها كنت نبرتجها مع المحبين ديال شخص عبد الرحمن العدراوي اه هذا نمط ديال الحياة وهكذا عاجبني يعني الحياة ديالي في العمل ديالي الناس كيعرفوني اه فوقاش اه كان خدم في المريكان المكسيك يعني بزاف ديال الناس اللي تيشعروا كأنهم يتقاسمون معايا واحد الجزء من الحياة ديالي اذا اه عارفين هاد الناس هادو بانه موضوع ديال الجامعي اللي اشتغلت عندو يعني مني كانت تكلم على الجامعي فالعائلة ديال الجامعي اللي فيها خمسة ديال الاشخاص واحد اللي هو اه بوشتة الجامعي الله يرحمه اه اه قبل سنتين او ثلاثة سنوات واللي كان رجول عظيم وحصلي شراف انني دوزت معا ايام جميلة اه في مدينة موريال اه في سنة الفين وثلاثة اللي كان جاء كرئيس للبيعتة الرياضية المنتخب الوطني لألعاب القوى ديال الشباب و السيحمد الجامعي اللي هو القائد ديال العائلة وهو اللي سبب في التروى اللي وصلت لها هاد العائلة يعني الخوط فقط تابعينو كيستافذوا من الدكاء ديالو من الخبرة ديالو في هذه الحياة ودك الشي اللي لحقهم لحقهم بسبب ان عندهم اخ ديالهم سميته احمد الجامعي انا اشتغلت عند محمد الجامعي اللي هو ما معروفش اعلاميا ما كيعارفو حتى شي حد تقريبا كيعارفوه الناس اللي كيتعاملوا معاه والتيشي باني ايوه اخويا انا قلنا لكم راسي لكول بذكر وصنت كي كومنس دابع رحنا ننصو ديريج فير لافن اه الخمسين والواحد وخمسين والاثنين وخمسين يعني سافرة كتمشي لنقطة النهاية اه هاد الموضوع هادا بالنسبة لي انا ديال حياة اللي عشتها ما بين الف وتسعمية ورابعة وتسعين وسنة الفين وواحد عبارة عن واحد الحبوبة اللي هي مقيحة ولكن كانت فادة ما امكان ان شيء حاجة في الحياة ديالي تقيسها وترتقها وتخرج دك القيح اللي في وسط منها سنفضل انها تبقى هكذا اي ككائن عايش معايا يعني ما قدرتش نتخلص منه ولو من بعد الآن شهال 30 سنة 30 سنة مرت على بداية الاشتغال ديالي في مدينة زدار البيضاء وغير نعطيكم غير النوع واحد الحادث واحد باش نعطيكم فكرة علش الموضوع علش كنت قد نتكلم عليه انا وصلت للسيارة ديالي والزوجة ديالي خارج هذه الزنقة موراية بلحفة وكترغب فيها وكتزاوغ دخلت عليك بوجه الله وانت تمشي تشعل شي لايب ولا تهدر في هذا الموضوع هذا والسيارة كان فيها جريحة بزاف كنت مضطر انا نتسنى بعض الشيء على ما يتحيي التلج اتصلت بأحد الأصدقاء الأعزاء اللي يعني ارتوي من الأفكار دياله من الكلام دياله وقناعني باش نمسح البوست ولكن بزاف الاخوان يتساءلون مالك اشوقاع اشكين غير لقطة واحدة من اللقطات اللي عشتها خلال هذه الفترة هذه في حياتي مرة من المرات كان عندنا كومون اللي هو كبير ونهاية السنة وخاص دا كومون تخرج فقناعت العمال على انهم يبقوا يخدموا بالليل ويباتوا داخل الشركة لأساس اننا في الصباح سنجد لهم الفطور ومع الغداغ كنصيف طليهم على الطون والحرور والناس قبلوا بهذا النمط هذا من العيش فقط باش ان ذو كوموند يكملوا كالي يججد ليل ثلاثة الليل هو قالس خدام في الماشين دياله كي يخيط باش تكمل هاد لكوموند كملت مشات واحد يوم السبت جمعنا شي اعطى 10 درهم 20 درهم كل واحد شهال اعطيت انا 500 درهم 10 لفريال من الاجرى ديالي ومشينا شرين المونادة شرين هانريس شرين بيدي بيسكوي وحطيناهم لاننا كان نخدمه في تاكستيل ووجدنا وحطت طبرة لي وزوقناهم وقدناهم وحطينا ذوك الحلويات من الفوق وحطينا ذاك القراعي المونادة نحتفيل بهذا المجهود الجبار وحطيناه لكوموند لانها تخرج في توقيتها وصاحب المعمل لا يوصلوا للمشي السلعة مع الطلاق يعطيوه 200 مليون 300 مليون من المخالفات ويحطيوه بها ويحيدوها من الفاكتور بالنسبة لنا كان فخر لنا هذا المجهود ووقفين بناتنا كان نحتفلو كان نضحكوه كان نشطوه العمال ناشطين والشيكي خلاق واحد النوع من السينيرجي ما بين الشاف وما بين العمال اللي يشتغلوا معه وليه شاف دوشين المخابرات دوشين ديال الشركة واحد الشاف ديال العساسة اسميته عبدالله العساس تصل بصاحب الشركة قال له جري روم محتافليني يوم السبت هو ما كيجيش للعمل العشية حتى وقف علينا شكا تديرو شكا نديرو لكوموند سالينها البارح واليوم را جمعنا الشركة وقدنا المسائل كاملة وقدنا المسائل وقد رجعوه يعني اللي يريسم العادي ديال العمل ودرنا هذه الحفلة الصغيرة وراء الناس المفرحانين الناشطين قال لي إذا بدأت لي هم هذه الحفلة بحل ما تعطيه من طيبة على أساس أننا ربحنا الملايير قلت له ما كينش قال لي عنده هذه الفكرة في الراس ولا يفكر لا يربحتي الملايير ولا الملايين ناشطين وقدره يمشي كل عدس ويأكله في الدار والحياة ستستمر والملايير ستدخل لك يعني ما كينش هذا الموضوع غير حاضر هذي غير فترة ديال الفرح الناس ناشطين فرحانين يفتخرون ويعتزون بأنفسهم لأننا ما عندهم مش اللي غير يشكرهم ولا غير يقدر المجهود ديالهم لذلك خليهم على الأقل يعيشوا هاد اللحظة ديال الفرح لا جمعهم اللي بغيت نهضر معهم مشيت ها سيدي دير الخير في كل ما تديروه في جزائري نعر الشيطان نعر الشيطان نعود لكراة طبيبة ديالي جزائريا والسكرتيرا على شغل نتكلم ليك الجزائريا نتكلم ليك على الأحبة ديالنا الجزائريين لأن الجزائريين ما فيهمش غير عسكار والمشاكيل والكاين فيهم واحدة فئة ديال المواطنين اللهم أخوتنا وحبابنا هم أعلى من الغدين دويوه فاجمعت هاد العمال هادو توجه ليهم بالكلام بأنه راحنا مكان ربحو والو وماربحنا حتى شي حاجة ورعا عند غير خسران في الخسران وهاد شي كله خسارة وتصور أن أغلبية ديال ديال الناس ما توفرت لهم الدروس وشانا ما يمشي ويقراء يعني كل ما قارش تالب تدائي وتيجي انتشاف دوشان ديالو يبدأ يتساءل هاد مالو واش تخسر فينا حتى هاد اللحظة ديال الفرح هاد مخلص علينا مشروع لنا منادمة لا نفعل نتشي حاجة نحن نفرحاني الراس هاد خلينا نفرحوا الراسنا حتى هاد حتى هاد الموقع الجوال اللحظة ديالك في الفيديا لك حتى هو يكون محطة اهتمام مخصبة حتى هو يتضمر لا يريد أن تفرح لا يريد أن تنشط انا وقع لي واحد نوع من الاضطراب النفسي ما بين الشيء الذي كنت عيشو في مدينة فاس الناس اللي كنت عيش معهم في الحياة الجامعية والناس اللي كنت تعامل معهم والجيران الى اخيره وهذا النوع ديال الناس اللي جيت واللي كنت تعامل معهم فهذا الشيء هذا تروماتيزاني وبقي عيش تروماتيز دياله اليوم من هذا بقي كنت عيش داك القهر وداك المشاكل النفسية اللي عانيت منها خلاص ديك ستا سنين ما قدرنش تحيدها عشرين عام ديال الايقامة في كندا اذا هذا الصباح هذا تم الحك على ديك الحبوبة وبدأتك تقيح بدأتك تقيح ويعني كنت غدينش على الفيديو في الدار ديالي في الصباح وما عارتش فين كنت غنخرج فين غاديت خرج الهدراع ولا فين غي خرج الحديث ولا فين غي خرج المستقبل قاع كامل دونك اللي عطلله هو هذا اذا امر للموضوع ديال من بعد ما دي كنجلات الطنوبيلا وتحيدت الجريحة من فوق منها شدت الطريق غاديل الكلينيك ديال اللي كان اللي كان فيه الطبيبة اللي متبع معها الطبيبة ديالي أنا جزائرية هذه الجزائرية هادي تشوفها في وجهها تقول عندها شي 18 العام ولا شي 19 العام السيدة عندها خمسة ديال الولاد ولكن عندها ذاك الراس بيفيزيك جون صغية كيت تتبلك وحل شي طيفلة صغيرة طبيبة ما شاء الله عليها والراس ممتلئة عن آخره فمشيت هاد الصباح لان السوكريتيرا ديالها اللي هي صديقة عزيزة اه خدت لي رانديفو كي نتلاقى مع الطبيبة في الهاتف هذا لم يكن اللقاء مباشر وعطيتني واحدة الورقة كي نفعل بيلان نتلاقى هذا الشي في وسط السيما هدرنا فيه في تليفون قلت لي نهار السبت لان ما بقيتش كنسالي راتشيرا ما بقيتش كندير لي في وسط النهار كنخرج في الضلام ربعات الصباح كتصوني المقانا كنخرج غالبا مع الخمسة اللارب من الدار كي يكون بقي الضلام وكن نرجع كي يكون الضلام الحالي يعني ما عندي وقت في نمشي للمسحة ولا نمشي للقنصولية القنصولية يجب أن نصاب فيها وراق ونجدد الكارت ناسيونال ما عنديش وقت فى نمشي نقضي هذا الشي لان خسنين طالب واقع للقنصولية كي يبقى ويخدموا بالليل ندلونا شي فارق بالنهار وفارق بالليل الناس اللي كي يخدمون اذا تفقنا باش انه نهار السبت نمشي نجيب هاد الوثائق الصباح من اللي مشيت وانا متجيه في الطريق والله العظيم إلا تفكرت واحد الموديع رياضي ماذا كان يتوفى فى لطروت ديال ما بنضرب داء الرباط بسكتة قلبية كان غادي في الطريق وتوقف على قارئة الطريق وقالوا بأنه القاوة شد القرآن في الديه يعني استشعر اللحظة ديال الموت والله العظيم إلا جاني نفس الشعور انا غادي في الطريق قد تنقول وقع لهذه الموت هذا القلب خدام يعني يشتغل على النهاية وكأنه يتوعد وانا بغيت يشتحشم عين معك عين ما نهضره معك بعد من المشاكين بعد من الصداعب بعد من بنادم لا تريد أن تسمع عن صفية البوكدابة اليوم يعني غادي تنقول أنا غادي نجيب غير الانفلوب واقع لا غا نصدق داخل المستشفى المهم وصلت للمستشفى كينا سيدة حسناء شقراء في الباب لقد تمتع اللي قد من المستشفى لنأخذ للي قد من المستشفى اللي هو هذا فيه نار رنديفو ومساعد المعلومات كاملين قدت للي أعطيني الكارت طريب اعطيتها الكارت السبيطار دخلات تقلبت ورجعت عندي قد للي مكاش قدت للي كيفاش و البراء قد للي مكاش قد تتلاول لوتيست ديال الدم ماكاش والطبيبة ماكاش والفرمليا ما كاش والسكرتيرا ما كاش ما كاش ما كاش تشي حاجة تلوخ مشات سيارة تقدم خدمة للشخص اخر هزيتنا التليفون عيط للصديق تلوها الحاجة فانتشي ديالك راجينا لنا رقلك ما كاش ما كاش مكال الابرا ما كالا براما مكال اسميتها تلوكي ما اسميتها أنا بدا نسول السيدة اسميتك تلوكي سوله ما تخافش سوله رقع كله مسحباتي وسلم أنت عندما نريد رقعتها تلوكي جدا تلوكي قائدها حورية ثم تلوكي حكمة هيا كاي ثم تلوكي لنا لا نكيف نحن نصدرل الابرا ما اذا تقول لها اهلا كيف تنقل عليك محبوب لا تمنحي منهم دمتهم يدخل في حوار مغربي جزائري و يدي حبي قلت لها و اهدرتها معالا باقي الطبيبات و لول فلانية سيري دخل قليبين يتجدها قلت لها و لم ألقيتها المهم ارجعت بشتبالي تعود تقليب مرة اخرى انا صديقة المغربية اول مرة فكرت انها تدر الهجرة كانت جدت عندي لديه در يضل العمل صديقة دي الها اللي كانت تستنداريس لديه در الشركة و قلت لها سيدارة ستصاول ورق الكندا و انت عندك تجريبة و قربت تذهب الكندا من بعد ان اتصال ان زوجها صديقة عزيزة لي وولدتها مصاحبين مع الولدات لي وهي صديقة زوجة لي كانت متلاقا بزاف كانت متعارض بناتنا كانت عيشو كعائلة متضاصرين بعضياتنا هذيكم لا تتقلبوا انا اقول لا انا اخبركم انا اخبركم مخدمين معارضكم في هذه الكلينك قلت لك انت حشم اقول اذا كانت تقليبة و قلت لك انت نوع الكندا هذه السكريترا سويدية او سويسرية قلت لك انت جزائرية ماذا سويدية او سويسرية السيدة بما ان لا تدخلت و قلت لها اتصال ما تريبه لتقليب ماهذا كانت تقليب على خاطرها قلت لك انت تدخل معي انا اريد ان تدخل بعد هذا الكلينيك دخلنا قلبة الباكيديا ونقول لها راه يمكن ان يكونوا داروه مع الباكيديا دكاتير الاخرين إذا كان ممكن تقلب فيهم بدأت تقلب تقلب ويتلقاه دايرينه مع الدكتور آخر غلط يعني كي يوقع عادي ماشي شي حاجة للكلين اللي مهم هو اننا نلقينا ونمشي نديره ونتمنى الله ان القلب يكون بخير على خير والكبدة مزيانة والريم مزيانة والطيحان مزيان حتى يريد ان يقوموا بفوروا عليها من الجيون مغرب يريد ان يقوموا بفوروا عليها شي تكسكيسة ويكون كل شي خدام كل شي هو ذك وفي امان الله اذا السينارجية اللي هي كينما بين هذه المغاربة والجزائريين من بعد ان رجعتنا للسيارة قلست ولست عاود عاديت السيدة باش نشكرها وقلت لها تبارك الله عليها هذا عمل البنية تحرى وقلت لها في طريقة التواصل مع الخدمة قلت لها وراء اللي فوق قلت لها تريد استرس اللي يأتي مع الناس اللي يأتي مع الناس مخلوعين مراد خايفين من الكوفيد فمن اللي كي يوصلوا لتما خاص شي حد اللي يحسن استقبال ديالهم يعني يعرف كيفاش يتعامل معهم باش يمتص داك الغضاب وداك الحزن وداك القلق ديال الناس فبدأت سعود لها قلت لها بخير باندام وخدمة مزيان ويتخافة باندام ويعني الأمور بخير وعلى خير فهد النقطة هدي او ديبارك ما تسابوا الله يهديكم لا يهديكم لا يهديكم منعول الشيطان هد النقطة هدي يعني مهم بزاف ما في الاشارة اليها يعني هدو دابها من الناس مخدمين في كلينك مغربية مع جزائريا يجي دابة تقول لهم شنو الفرق في الفرق في الفرق في الفرق في اللابس في السيرفيس اللي كتقدمه ما كان الفرق ما كان يعني متفاهمين مئة بالمئة دابرة كتشبوني كندحك والله ما هي العظيمة اللي قبلة لكن كنت تقول لها غلقها مشيت صافي كريز كاردياك الوالد ديالي اللي يرحمه مساء على ستين سنة كريز كاردياك الاخت ديالي وكان عندها هي سارطان تادي والاخت ديالي ومشيت سبعة وربعين سنة على ما اظن يعني قلت تانى وقيلة صافي هي هديك لابة ديال الخمسين هو هذا اليوم الموعود لابة دكتورة عجباتك وصافي لا يوجد دكتورة صاحبي السيكريتيرا اللي مخليين في الباب انا عاد ان يوصل لك الدكتورة عاد ان يوصل لك المعاودة عليها الدكتورة في 2016 مشيت لعندها قلبت لي التانسيو التانسيو شافت لي لابة دكتورة قلبت لي لابة دكتورة يدخل فيها ومع التانسيو ومع التانسيو اعتراض الرئيس كوريا الشمالية دكتورة ومع التانسيو ومع التانسيو لابة دكتورة ومع التانسيو ومع التانسيو ومع التانسيو ملتانسيو تخسر الهضروة يبقى ان نشاهد لك دكتورة لابة دكتورة ومع التانسيو كيف تقلق على التانسيو السيل عدراوي رجيم ومع التانسيو ومع التانسيو نحن نتاجه من هذا الشيء هذا السلع دراوي و هذا يخاف عليك هذا لذي تحدثت لذي تحت اضمن فصلة على الجوج على الجوج ستتحمل تعتبر لذي تحدثت لذي تحدثت و تحتوي على جهة البركوسيون على القلب على هذه على الكبداء على هذه السلع لذلك أنا فاتت أعطت بصوصة مرتاح قلت ذلك المخيات التي كنت أعرفهم ومشاكيات الجريدة الإلكترونية التي عشناها في 2016 وذلك سترس وذلك حركة الدم الذي كان سبب في أن التنسيون التي طلعت لم تكن أن أعيش هذا كان نوت الصباح الربعات الصباح كان نوت كان يوجد قهيواتي كان نساوب في طيراً بعض المرة ما كان نخرج بلا فطور وكان خدم خدمتي كان يأتي في الليل مع الطالب كان شوية التعب في الجسد ولكن الدهن والله الحمد مرتاح لذلك هذه هي الفكرة التي قلت نتصل بالسيدة قلت لها يودي قلت نعود ندير بلون لكي كانت الأمور مجادة الدوارة مزيانة والطيحان مزيان ومصارن مزيان لكي يديروا القديث اللي يتحلف عليها في المغرب المهم عندك ما تقدد الأمور حد السعرها مزيان قلت لها نعود ندير بلون لكي كانت نقص ليدك لدوز الفاندة التنسيون التي قلت تعطيني ربيكة جاءتني فكرة قلت نقص لها ونأخذ غنص وأنا نقول لك باستشارة من الطبيب فطريقة ردت الفعل الغاضبة لها السيدة تعاقبني وهي تضب ليدك لدوز لدوز الفاندة والتنسيون التي قلت نقص لها كيف تشارح لك كيف تتحدث لك بوحد الرقة بوحد النبل بوحد يعني خائفة لك كمواطن كندي وكمواطن مغربي وكعربي وكموسلم وإلى آخره إذا كنوا واحد المحبة التي هي متبادلة سيد قبيلة قال لي هي عجبتك الدكتورة أنا عجبني الدكتورة بسبب التفاني ديالها في العمل وبسبب المعاقبة ديالها بها الطريقة هذه المهدبة والمؤدبة يعني العسل يخرج من الفم ديالها وأيضا السكرتيرا يعني الخدمة ديالها بقعت مقاتلة حتى وصلت لأنها تلقى هذا الانفلوب ديالي واستمرت في خدمة الناس الذين يأتي بكل حب وبكل تفاني في العمل ديالها إذا هاد الناس هادو أشي يستحقوا من عندنا يستحقوا من عندنا التقدير ويستحقوا من عندنا الاحترام وخاوة خاوة ما كاش عداوة إذا كان شيء عداوة غادي تكون ولا شيء مشاكيل غادي تكون مع الناس اللي باغين يخلقوا المشاكيل ويخلقوا الفتنة في جنوب المملكة المغربية واللي كيتعمدوا على أنهم يوقفوا المعبر الحدودي ديال القرقارات هادو الناس اللي ليهديهم على رأسهم ما معاً تحاربوا معهم أو أولو المغرب رأخلى الخضرات ما تتخسر ماذا كنت تدرر؟ تدرروا الناس موريطانيا وتدرروا الناس اللي هما في الدول جنوب الصحراء لأنه واحد العدد كبير ديال هديك الدول رأكا تعيش من الخضروات والفوكيه ديال المغرب إذا اللي متدرر بالدرجة الأولى رماشي هو الاقتصاد الوطني الاقتصاد الوطني رأكا يمشي الأوروبا يمشي الأمريكا يمشي لروسيا افريقيا دك الشي اللي كيمشي لهارة في مصلحة افريقيا أكتار مما هو في مصلحة المغرب إذا اللي غادي يتدرر أكتر هما الدول الافريقية لوحد النار يمكن وقيلة تكون هدي حتى هي خطة ذاكية من عند المسؤولين المغاربة ان الناس يتساءلوا علاش ميهزوش واحد العرمة ديال العسكر ويمشي ويحييو عليهم ويضربوهم ويجريو عليهم ويحيدوهم إلى خيره قلللي انهم يرون شروعوا بأن المغرب غير متدرر سوف يتضرر شركات على شوڤو waktu شروعة ومئة ديال الشركات ولكن الاقتصاد centro البلاد, 난 لا يتضرر انه حتى لا ي sprawd致 الناس سوف أ kiwiقظوا معبار ونوقفوا الاقتصاد المغرب الاقتصاد المهاية 這是 شرق من جميع الشمال وجمال سوف يمكنت توقف واقتصاد مع الشرق لان السحراء جنوب المغرب وراه ما غاديش يوقع حتى شي ضرار على الاقتصاد كاقتصاد دولة كاقتصاد بلد إذن هنا النقطة اللي بغيت نشير لها هو الصلاة عن النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللي بغيت نشير لها هو أنه من اللي كانت تكلموا على المشاكل يفتعلها بعض الإخوة والأشقة الجزائريين ويستعملون فيها كأدات هاد المواطنون المغرر بهم الصحراويون هذا لا يعني أننا نعادي الشعب الجزائري الشقيق الجزائريين خوتنا وغير يبقى خوتنا إلى أن يريت الله الأرض ومن عليها ولكن وقع واحد المشكيل معين دروري ما غير نعطيه فيه القراءة ديالنا ودروري ما غير نعطيه فيه التعليق ديالنا مع الاحتفاظ للأشقاء ديالنا بالكم الهائل الحب الذي نكمنهو لهم الكارديولوج هاد المواطنون المغرر لا يعني لماذا الكارديولوج يجب أن يعملون مع القلب يجب أن يفهمون القلب والأحاسيس لا لا هذه الجزائريات لا يوجدون لا يوجدون الصوت لا تسمعون لا تسمعون لا تسمعون لا تسمعون منطل حيث بالخط المتصف و بالكبيرة لا تسمعون منطل أفضل وسلم ما نظر على صالح خريبتي لنا الحفلة لكن المشكل مكاش مشكل دي نلبيه مصعوبها لنا رحنا افريقيا اخذ لنا الكتاب ديال الطنبي كنا كنا نضعه من اللور و نضعه فوق منه الهاتف اخذه لنا ارض لنا الطنبي المنتابه تدازشيط للشهور الى 4 شهور إذن هذا ما كان الإخوان الذين يتسألون الصحارة بخير وعلى خير هذه الساعة ولكن هناك واحد الإستوريك فاميليال الوفيات بالسكتات القلبية وأنا لا أستبعيد هذا احتمال وضعف من بين المسلمات والبديهيات يمكن يوقع لأي فرد من الأفراد العائلة ديالنا لنبهي لكن لا أحد بقول هاد العريقات هادو خدامين احنا بقين خدامين ابنتي يا بنتي صار يا سارا صار مش هتشري شي حاجاتة تطعيت باشتوريها لينا اخذ وجهة النظر اذا قلت بانه هاد العريق اللي باقي كينبض باقي غادي ان شاء الله نبقاه وكان نتقلموا بيه وكان عبروا بيه على وجهة النظر دينا وضروري من اكلرسي واحد النقطة اه كين مرة مرة يدخلو ناس يلتحقوا بالمتابعين وكيكون فاتهم يعني بزاف من الفيلم ما تعرفوش يعني كيجوك يشدو المسلسل من الوسط انا في الفترة الغاضبة الساخطة ديالي في ليلايف عمرني معبرت على عداء للدولة المغربية كدولة اللي عيط عليها بن كيران اللي قال ليها بن كيران والدولة عيطوا على الدولة يعني الناس اللي متابعين ديالي كيعرفوا بانني اكن ود وتقدير لجهاز الدولة الذي اعتبره هو عمود ديالبلد لم يسبق لي انني كنت اكن اي نوع من الحقد او من العداء للملك محمدين السادس يعني حتى ولو في الفترة اللي تكلمت فيها على الموضوع ديال الاميرة للا سلماء كان هناك نوع من الغضب نوع من التساؤل لان ما تتفهمش اشنوا واقع اشنوا كين وكتخرج الهضراب واحدة طريقة معينة ولكن الناس الجمهوريين يكيدون للمكائد لانا تنقول اليوم انا الملكية في المغرب لن احيد عن منهجها الملكية في المغرب ضرورية للمغاربة اكتر ما هي تكون لفائدة الملك او الملكية لان احنا كمغاربة بهذه المغرب المختلفة ديالنا محتاجين لانه يكون عندنا زعيم محتاجين لانه يكون عندنا ملك اذا هاد الشهادة ما كنتش كنديروه في اللحظة ديال قمة الغضب ديالي اليوم الاطنسيون بدأت كتنزل انسان كي يكبر خمسين عام احنا قدنا ندخلو لها ندخلو ان شاء الله لعند الناس اللي يعني كيكونوا شار بين عقلهم صحاب الخمسين والفوق كيكونوا انسان يعني وصلوا لواحد لا ماتوريته ما بقى عنده فين عاودة رجع على اللور اذا مشي انا وصلت لهذا الدقري هذا من التفكير ومن الوعي ومن السن وغادي نقول لي عاودة اني نرجع على اللور انني نعادي الدولة المغربية او لنعادي شخص معين داخل جهاز الدولة باش نقضي غراض لشي حد اللي انا ما تنعرفوش ومعنديش غراض في جدبوه الكلب قاع يكون موجود على هذا البسيطة ولا غير موجود او تنتمنى ان الكلام ديالي يكون واضح ولست بحاجاتين الى شرحيه اكتر لانا الصباح خرجت على العقل ديالي يعني ما بقيتش كنقشع وليت جلالة قدام العينين ديالي كتبالي ما يمكن ليش انا كشخص كعبدالرحمن عضراوي نكون او سيرفيس ديال اون پرسان كجو كوني پا والتهديد في حقي ما كيولد غير لغاج وليست مسؤول عن الكنسيقانس دولة المغربية تعريف انني لست عدوة لها ومتأكدة انني لا اعاديها انا انتقد انتقد المحيط المالكي حتى اخنوش ارددت هذا الكلام الاف المرات وبقي كان عود نردده وتنقول بانني لست عدوة لاخنوش ولست اعادي ابو زعيتر ولست اعادي اي شخصياتين في المغرب انا انتقدهم لان واحد الضرفية معينة تتحتمع لي انا ان انتقدهم من غير هادشي هذا ما كاش كراهية ما كاش حقد ما كاش حرب ما كاش اللي بغيت تحارب الله يسهل عليه اللي يعاونه اللي بغيت تقاتل مع شي حد الله يطله به انا ما كان تحارب مع احد ما كان كن عداء الحد للوطن ديالي للملك ديالي للرجال الدولة من سيد فؤاد علي الهمة ولا المجيدي ولا المستشارين ديال المالك ولا الوزارة ولا حتى مني كان انتقد الوزارة ديال الحزب هذا الوثنمية ليس لي انني تنكرهم لانني انتقد واحد الوضع معين كان انتظر منكم واحد النتائج وهذا النتائج مكيناش اذا انتقدكم في هاد الوسانس هذا لكن كراهية لشخص معين ما كاش فالليلمي كنحط راسي كنخويه من جميع الباشار كنطفيت الاليفون ديالي كنحط الراس على المخدة ما عندي شي حد كنفكر فيه غدخ سني النوض نتحارب معاه نتقاتل معاه نترد معاه ولا سألينا من هاد شي ديال المرات الدول اللي بغي يرد رأي المال حاد حدا يمشي يرد فيه فباشر لان تنظن بأنه ما بقاش يشرح اكثر من هذا نزيد انشرحو الرياضة 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 دام كورجوفوقيل دام تسميتك ما قد تشتكتب الواقع ما حطت صورتك ما حطت اسمية ديالك والكل القباحات واجد لها. سيارة كورجو فوقيل تاو غدير وولينا الحفلة. سيارة كورجو فوقيل. هتليجيك يديرك شي اسميه ولا يتعبره صاحبه اخراج وعبر عندك شي مواقف عندك شي حاجه دخول دير لايف وقولها وقابع بوجه بغي. آآى شكل 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 سيارة الصالحي. أنا دائما رأى واحد الوقت قاع باللي كانت صورت على المغرب وكانتjuقل موارك مجاivة اذا احضرنا انه قد لم يكن لديه قرام السوسي اكام لدولة كجهاز اذا لم يكن من احد ايضا احد امال يقدر افرازه و تبريزه اذا اعتقدت لك شرابه او خمسه او اشرب السيوفه و انت تتطيع بيلي بخيم سوف يسعني المتجمعين سوف احسين اصدق لك احسين اصدق لك اخرى سيد الله يحفظك. الله يعطيك متى كل ما تشرب. كروكوديل. وخي يكون عندك مشكلة. لا وخي يكون عندك مشكلة. انا اوكيد. لو كان عندي مشكلة غادي نقول عندي مشكلة. انا كان عندي حلم انني نكون او سيرفيز ديال الدولة. دوزت هادشي كان قوله ومعرف. انا كان عادي والبادل للناس اللي يتبعوني. انا انا دوزت لكون كوميسير القياد كنت باغين كون رجول دولة. ما كان عاديش انا الدولة. انا الدولة كنت تمنا انني نتمي لها وانني نكون او سيرفيز ديال الدولة. اذا الموضوع هذا معروف عند الناس. لكن كي ينطشي نهار كيف يتبعك. اوه انت عدو الملك. اوه سيدنا حسن منك. اوه سيدنا حسن مني وحسن منك تاني تانيت. راوى الملك ديالنا بجيوش. فمكين المشكلة. سافي غير دخول صاحبي راعتينك الدولة الاخضر. انا رقنا لكم راس العام ان شاء الله. قادمون ان شاء الله سافي القيدة حورية قاتل كاسيدي الام ديالها مريضة. وكان هناك تخوف. كان هناك شكوك انها مصابة بالكوفيد 19. ومشدرت التاسد والحمد لله البارح خرجت لها النتيجة انها غير مصابة. اوه يعني المرض يمر في النهاية الامر اللي صاحبه يعني كيد ديه. فبقاد تتسأل وتتحسر يعني ماما ما عاودش نشوفها. ومكراحش ندوز مع اشي. وقت قلت لها وراس العام سيري اختي وقلسي. احنا ندوز وراس العام مع الابناء. قد تكلاوالو. لا تمشي معايا نمشي لما تمشيش معايا ما غاداش. قلت لها يا للا اللي مر تضلق. احنا ليت Consul a 10 درهم. احنا ليت reached mi quicot waco. اشترى وقلت لها من قليل الاشياء. احنا ليت 100 درهم. احنا ليت 100 درهم. احنا ليت 100 درهم. إحنا ليت 100 درهم. احنا ليت 100 درهم. اخير. اي اي ايه. المو بريد مشينا شنينه بريد. لدينا الحلرة. مالكاي سده. واه. يا ناري. يا ناريا. من ورقليص الصباح. انا بالعلق لي والدي. والدي مشا عند موت يقولها ماما كي سكي لابا بي أرهبه الجميع لقد أقول هذا هذا المغرب سوف يصدق ما أجده عن أولادك أولادك يشعرون لأنك يرون بها في هذه الحالة وفي هذا الوضع لذلك فلن نحن نزع لماذا دخلنا هذا القرآن فأنا كعليا واحدا لا أعرفه كعالية او كعالية واحد تبدأ يعطيك على اساس انه رئيس المريكان و رئيس الفرنسا و يعني عندهم على الكوريا الشمالية و تخاف منه و تقول لي معايت لك انت قضي له غرض ما قضيته ليش و اراك خيب و اناك ممزينش و اراكاعي و انا على التاسي لا تجدبوه الكلب و هيكاتا الاصباح اللي العظيمة لو اندي احساس انه يصفت قلبية ممكن في اي لحظة اقدم لكن ابرتير دودما ان شاء الله غداء اول يوم في الخمسين مرحبا نتصور التالي لا تعرف كيف يكون مرحبا ايضا انا عندي كاميو عندي صالة اليد الكاميو عندي عائلة عندي امرأة عندي ولاد غادي نقابلهم وغنهتم بهم مزيان ونبقيت بغي نخسر معاحد ونبقيت بغي نتخاصم معاحد اللي قد على الدولة المغربية راحدة من نوليها خرج الدار معاها اولي حيح عليها اولي تحيح عليها تحيان بوزنيقة انتبارت الله عليكم وحد السيدة جارتنا هنا يا الدار ديالها غير حدانا هنا يالله مشاة تشرت بوزنيقة وكتشتكر المنطقة بزاف اه شراءت شراءت جوج ديال اللي زبارتومو ولسقاتهم وردتهم برطمة وحدة كبيرة وعجبها المنطقة وعجبها البوزنيقة ما بتعصبوش أبدي انا بغير ما بتعصبوش ولكن حميد مهداوي باع المرش أبدي الله يهديكم والله يهديكم من هاد باع المرش هذا سهل هاد القضية لتوزيع التهم ووزع ووزع شنو بغيت يقود يدخل الحبس واتش اللي بلي تقلب عليه يمشي عود يرجع للحبس باش تقول علي هراك ما باعتيش الماتش او باش تدله جيم سير غيد خلال الحبس نحن تتعلم انه آه واحد يقول لك انه باقي في الليلة باقي في 49 عام وارق قريبه خمسين لخمسين خمسين خاص بنادمي يقدر يتمي حياته يجب عليك الضروريات. يجب عليك الخشب البالي و الحديد المصدى. كل شيء يلوح. هذا هو شخص و تشددني. هيا ناري. هيا ناري. قد نعقدهم حداكم هنا. تتكلم عن فتح القنصلية. تغدى غدى إن شاء الله. إن شاء الله هذا ماشي العايف. آه كريكيسات بسبب سبعمية وعشرين ديال الناس معنا. غير مجمعين شادين مقرقبين. طيبنا غدامنا نجيبه شي ضيف ولا نريد أن نهضره. في شيء موضوع اللي هو جدي. آه. ما عنوش كان شيء تلاته ديال المتطوعين بلايف. يلي تطلق لي التقنية ديالان نعم قنصة تقبل ثلاثة للضيف. وأنا الرابع فيهم. أجهت رسالة للسي حسن أبوع قل. بقي مرش عليا. كينسي محمد متزكي. اللي كيتكلم في الموضوع ديال آه. المفيا العقار سوف أحب بالفكرة إذا كنت نجربوا التقنية الحوار الربعي كيف سوف يدوز إذا كانوا الناس الذين لديهم شي مواضيع يريدون أن يترونها أو لا عندهم ما يتقال في الموضوع المفيا العقار مرحبا بهم إن شاء الله هذا هو اللقاء الرسمي بالكرافات والكوستيم والكوستيمات مرحبا تكلمين على اكسليبن اوه اكسليبن اوه اكسليبن تحية الناس يا البرشلون اوه 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 حضر الله يجغلك اوه 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 نحن جمعين مع عباد الله هذا هو السيجي بير بير باتسوج احنا غير شدين النابل الذي عنده ميت قضاء يمشي الله يسهل عليه بن كيران في الجزيرة مع السبعاء هكيا ولدي هكيا ولدي نكيكم بن كيران هكيا بير تسخينة بن كيران غير كان يسخن بذلك المسلم والإسلام والإرهاب ولا يجب علينا أن نرد على أحد ولا ترد على أحد هذا كان يسخن إذا كان يدوز في الجزيرة إذن سيكون البداية رسمية فلسطة 50 سنة شكرا شكرا أمعش كدير أخويا غدا إن شاء الله عدد نجربوها أمعش كدير الخمسين أسر الله هذيك الله هذي لن تستريب لنا الحفل أنا شدي تبوك سير أمر نظرات العبوسة القمطارية إذا نظن بأن العودة دي البنكيران صبحت شي بهم مؤكدة للممارسة السياسية في خباركم أن بنكيران قادر دبيت تحن قاعدك هذا ما ينتهي بالزاق كل شي اللي عنده في الرأس الحزب كله يطيرهم يعني تحموا عليه ذاك المرة باش حيدوه بنكيران هذا رباح تبكي الله سي بنكيران أنا أعلني كن بغيك الشي دابا يدوز يصوت عليهم صوتة واحدة يتحيدو لأن ذوك الأتباع ديالهم المناصرين عارفوا بأن الحزب بدون بنكيران لا يسوي شي دابا خصغي شي شي كمشا ديال من الشبيبة التف حول بنكيران والطالب بالعودة دياله إلى رئاسات الحزب والماتش غادي عادي سخن بنكيران يرد على شباط انظر كيف شخشخ شباط بنكيران ما كنت اخري ها روتيني اليومي عاود او لا عاود بنكيران تبقى المغرب هو المغرب را 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 غادي المغرب بدك الطريقة باش غادي و جابنكيران مشابنكيران ماكرون ماكرون فباصل داز داز بعد ماكرون في الجزيرة شتبوه كيفاش غالص ماكرون بحال مربع يدير بحال تلميت دير بساله بطوع عند المدير بل كيران شاب صاحبه شابات جاو بدي سخنطرح ايوه وتنظن بيني وبينكم يعني في اطار وفي ضر لهذا البؤس اللي كي الان واخلي ميرجع اخلي بن كيران يجي واخلي شابات يجي انت الحكام اه لا غيك نعطي وجهت النظر وقيمك اللي حكام ولا ولا رأيونو يحترم الرئيس اللي في منطقة الخنفرة ويقول لهم دي غيوشت نظر ولكم وسيعوا النظر ويقول لهم هذا رأيونو يحترم خلو تحترموا بنا يلا رجوع الياس العماري اكا ولدي اه دبا ميسي رونالدو شكل اخر شكل مقار شي اخر بارح اتصل بيك تارح ليه اجراء حوار مع السينابيل بن عبدالله قلت لو تواصل معاه الى قبل الفكرة انا مرحبا بيه اجبال لكم في شي اقتراح استضافة زعماء السياسيين المغاربة انا الفكرة ديالي الشخصية كعبد الرحمن العضراوي انا رأى ضدد الاحزاب كاملين لا تحتاج حزب ولم تحتاج حاجه من اي حزب ولكن لانهم واحد الواقع مفروض وغاد يكون وغاد يكون انتخابات وغاد يكون تصويت وغاد يكون حزب ناجح واحزاب غير ناجحة فهذا الاطار هذا الى كان شي واحد الى كان شي واحد بغى يدوز مرحبا به الى كان الروتيني السياسي هذا الروتيني السياسي هذا الاخر يحبط ماكرون هذا عاد بلغو البارد عاد بلغني البارد ها يسحبوا ذلك الشيء سوف ينزلوا فيهم ونخلعهم ويتخلعوا لينا سعلقى بانا الامر اكبر ومنه اكبر من من الاستاذة الوصية عليه لان اخاك يجيكوا بحاله غيكي عرض غيكي يتعمر غيكي عمروه غيكي يتلقوه غيكي سرسل ماشي النوم دو بوليتيك يعني حقيقي ديال بالصح ما شفتش اخوين اللقاء ديالو في الجزيرة ما قلتش كنسمعوها عندك عزيز الرباح ماكرون عندي واحد شخصيات قبل أن نسمعهم وكذلك ما قدرش اذا كان لحظة الي اصنطليهم سأترافعي في الجزيرة لانما انسفادة انا لم تسمعوهم ماكرون ماكرون بلغو البارد اضعوا شيء عاصير وقيله هذا بلغو البارد ويبدأ يسلك اما انت اخرجت موينة عيمة شعوال هذي ما بانت ليا كندير الريجيم وهذا ماشي ريجيم تاورا ريجيم صحبي يوتيوب كنخلي هوي قطار حليا من تسنة ساعة ما كيجبدليش قاعد موينة عيمة ماكرون ماشي فرنسي كالكاميرا كبيرة لأخذ صوبت له الأوراق ايوه وندموه انت امازيغي العز انا اخويا جدودي من زاقورا انا مولود فموليعقوب وكابر في مدينة فاس عي عين هارون بمدينة فاس انا حسا اكون في الداخلة استقلال هو اللي كان في الصحر ومغرب انا بحلوالو بحلوالو حزب الاستقلال غادي ينوض غادي ينوض بالبرطيق في ظل هالتقه قور دي الحزب العدالة والتنمير ان شاء الله ما جابوه بن كيران الى مشاوخلة هدي النهاية اليوم ويمكن تنظن بان حزب الاستقلال من مصلحته الان استخليد محمد اكتب لي اخويا شنو عندك في موضوع ما في العقار ولكن انت بغدي تشارك معنا في اللقاء مرحبا بك اخويا اخويا اللي ريندير ديال الهاتف تشق تشق من حذاء من عند الكاميرا اخويا اللي بغيتي صوت عليه مكنش اللي مناك كنت كان ناهدر على ما انشك يوقع علينا شي شي الوان كيخرجوا في الليف معنش منش على شاباط سنظن بانه من مصلحة حزب الاستقلال الان انه زيد شاباط للزعامة هذه القضيه ديال عتاجة وانه رجاع يتخدم لي صالح حزب الاستقلال والسيد اللي انا نسيت اسمية دياله الرئيس يكحوز التساع لان ما عندوش الجبهة ديال الشاب عاطد بن كيلان اللي غتوصل الحزب الرئاس من اللي يربح الحزب ديك الساعة يعني شاب عاطد خليوا بحال ديك اللوكوموتيف غادي تجركم غتوصلكم للزعامة من انتوا وقفوا على مسألة اختيار شكون هو اللي غيكون رئيس ديال الحكومة هذه الساعة زي ديال اللي بغيتو ولكن باش تقدر تربح اه منع عماجتها المراهقة المتأخرة انا من داك الفيديو اللي كانت دارت ودخلت عليه للحبس ما عود شو اللي تشتاه يعني الى بقى الحزب غادي بهاد الواتيرة اللي هو غادي بها الان نرى ذاك شي يعني نيفو ترتربة يعني لا بغيتو الدوزل واحد المرحلة جديدة من القوة في مواجهات قاعدة دي الحزب العدلة والتنمية عليكم بشباط هذه اللوجيك ديالي انا شباط جل هنا مصور في اسبريس انا كنت في مريكان بغي مشي تصور معاه ومشي اطلقه معاه وتصوره هو ويا قل لي لا مشتوش مشتوش اه فضحه اخوه كي يدر مع واحد نار قالوا تصوره اللي تصورتي مع شباط داك النار فاش بشي نطلقينا معاه قلت له انا والله اذا كان اللقاء لداز في اسبريس قل لي لا رغدين قولها المدير قلت له خط عدال المدير لي والله يميدوز داك تقدروا تدوزه اي لا بغيتوزه يعني انا كنتاقد شباط انا اسميتو لك الان تنشوف بانه المصلحة ديال الحزب انها بغيت تتعود تروديماري رسد خاصة شباط في الزعامة في المقدمة في الواجهة الزعيم اللي كاين دابا رجل طيب وخالوق وخدام ومزيان ولكن رمى عندوش داك الهين كا داك الجبهة ديال الفوز بالانتخابة داك اين واحد يقدر يقود الحملة الانتخابية يقدر يوصل الحزب للزعامة او حتى ما شي يكون الرئيس يعني غير زيدوه الواجهة انه اللي ولي بورت بارول ديال الحزب وشي شي العيبة بحلقة اللي يكون دائما هو في الواجهة ديال الحزب فيما يتعلق بحزب الاصلة والمعاصرة ساحب بنارة كي دير مونادارات وكي دير حوارات وكي تكلم وكيهذر ولكن ردك شرمه كيفو ما كيربحش ما كيربحش وانتخابه سيما شيك من الاخر تعالت انتاقد في القضاء وكاتت انتاقد في مجموعة ديال الامور باش تعطي داك الصورة ديال ان راه حزب الاصلة والمعاصرة ماشي ديال المخزان وبان راه صافي العهد القديم راه مبقاش وداب هدو الناس اللي كينتاقدوا تهما الدولة وانتاقدوا القضاء الى اخره ولكن هدك المواطن العادي اللي كيمشي يصوت ما كيصوتش على واحد اللي كيتكلم بهاد اللغة اللي هي كبيرة بزاف وفيها القانون وفيها خاصتك الشباطيين خاصتك الياس العماري خاصتك الناس اللي كيتكلموا معا السواد الاعظم ديال هاد الشعب هدا بالمنطق اللي كيفهمو هاد الشعب هاد باش يمكن يكون هناك واحد تكافؤ في الفرص على الاقل غير ديال اللي المنافسة تنظن بانه خاص وجوه اللي كتشرف اما الوجوه بحل بيليكي بحل الرباح وهادو يعني الناس اللي هي اوراق اللي هي تحرقات واش مني تكشابات شوف انا ما كنتكلمش عليا انا شابات ما غديش يمتلني انا ويربح لي انا انا هنا كنتكلم على الوضع ديال واحد الحزب سياسي وواحد الورقة عنده واشي لاستعملها غيكون رابح ولا ماشي رابح انا كنظن انه غديكون رابح الى هو استعمل الورقة ديال شابات والشابات منقيد للبلاد وغيق يخرج البلد من الازمة لا اظنه ذلك الاصرة والمعاصرة فيها نستة شرف ولكن اللغة ديال مثلا ديال بن شماس وللغة ديال وهبي اللغة اللي هي اكاديمية كبيرة هادو محاميين واساتي دا كيتكلمون واحد اللغة اكاديمية اللي عامة الشعب ملتها طلعت لها في الراس عامة الشعب كتبع ما هو شعباوي السي بيليكي كيتكلم على الشعبوية على اساس انها شيء يعني قليل القيمة والعكس هو الصحيح هو انه من يتكلم بالشعبوية ويخاطب الشعب بطريقة التي يفهمها هو اللي كيلقى قبول عن الشعب اذا بغيت تربح في الانتخابات هاي الطريق بغيت تبقى اكاديمي وحط راسك في واحد النيفو اللي هو اللي عالي بزاف انا بغيت تبقى قادس في ذاك النيفو لكير ما غديش تربح في الانتخابات الحملة ديال الحمامة احتيرة بادية تنظن بان حزب الحمامة خاصوش وجه سياسي جديد اخنوش مع حملة المقاطعة مع زلة اللسان ديال اعادة تربية للمواطنين مع مجموعة ديال الامور اللي هي متراكمة وتحول دون وصول الزعيم ديال الاحرار السيد اخنوش لانه يوصل للمستوى ديال انه يصبح وجه منافس للاحزاب الاخرين يمكن اخنوش اليوم هو حجرة عطرة بالنسبة لحزب الاحرار يمكن يتحول الى واحد المانع لان حزب الاحرار انه يوصل للزعامة السياسية خاص الحزب يقلب على اشي وجه كنواد لوجه هذا الله اعلم الحزب فيه رجال اعمال فيه اصحاب فلوس اللي هم اكتاب ولكن الشخصية المقبولة اجتماعيا ما كيناش كين بزاب ديالرجال اعمال كينين الناس اللي هم يعني واصلين للمستوى عالي جدا وناجحين في الحياة المهنية ديالهم ولكن اجتماعيا غير مقبولين يعني ما يخرجي التعامل ايام الحملة الانتخابية مع المواطنين وكيتكلم مع المواطنين يبقى يشوفوا فيه اه هذا شفار هذا كيسرق هذا المنطق هذا سائد عندنا كمواطنين مغاربة في المخ ما عندناش واحد دار الفلوس وراستحقهم الان اخ نوش كانت تروا دياله اه واحد فاصلة خمسة مليار دولار في الفترة ديال الجايحة انقصت تلاتة المليار اذا شنو التعليق للمواطنين العادي اه استغل هاد الفرصة هاده وعمر جيوبه على ظهر الفقراء وعلى ظهر المواطنين الغالباء وعلى ظهر الاقتصاد الوطني اذا خاص شي وجه اخر لي ما يكونش عندو هاد الاتيكيت ديال رجل اعمال التاري لي غيكون هو اللوكوموطيف ديال الحزب وممكن يصبح حزب منافس حقيقي لحزب العدالة التنمية والحزب الاستقلال خلال الاستحقاقات القديمة ما بقى اتقا حتف شي حزب شوف اتقا سالات ما كاش اه واش عوالين عليهم يديرو شي حاجة غيرو شي حاجة ما كاش واش حزب يومي لاربح مقارنة مع الحزب الاخر غادي يبدل البلاد ما كاش ولكن نناقش الموضوع في اطار ما هو موجود يعني الواقع هو هذا عندنا احزاب وعندنا انتخابات جاية وغادي تدار الانتخابات وغادي ينجح حزب وغايترزع عام الحكومة وغايتكون رئيس للحكومة من عنده لأسف الشعب فاق التقا فادي الوجوه كلها صحيح ان الشعب فاق التقا فادي الوجوه كاملا ومع ذلك انتخابات غادي يدار وغادي ينجح شي حزب وغايت ينجح شي واحد غايله هو رئيس حكومة لان هذا الشي هذا واقع كنعيشوه ما عندنا شي حاجة اللي غا قدروا نحيدوها كل الحزب غالك الذي تأتى ما عندي حتى شي حزب اماما لان اخر حزب اعطيته التزكية ديالي والمساندة ديالي كان هو حزب عادل او 200 ولست مستعد الآن باش اننا نعود نعطيها شي حزب اخر يعني وفي ذلك فليتنافسي المتنافسون اللي ينجح اللي سهل عليها ونتمنى وليه التوفيق ونتمنى وانه ما يخذلش حتى هو المواطنين ويكون في مستوى التطلعات ديال الناس اللي يختاروه ها اذا اللون الخذر كي يظهر في الصورة ولكن هزيد تليفون عندي واللون الخذر ما بغي يحبش اللون الخذر ما كيش ها اللون الخذر حبه سيدا عندك شي مع الشمش مع الشعامة سيدنا سمحوا لنا ضوخنا لكم الراس باللون الاخضر يلا غادي تكون عندنا ان شاء الله فرصة اخرى لمعاودة النقاش في هذا الموضوع هذا دمتم في رعاية الله و الى اللقاء اشتركوا في القناة